ينضم لنا من أربيل الخبير الأمني يا الطوفان أهلا بك معنا ومساك الله بالخير سيد عياد سؤالي الأول ما هي آخر المستجدات في التحقيق حول الهجوم تحية طيبة لك سيد العزيز تحية لمشاهدي قناتكم الكرام التاريخ يعيد نفسه كانون الثاني عام 2020 أطلقت أيضا ست صواريخ باتجاه مطار أربيل من شرق الموصل وتحديدا سأل نينوى مدينة برطلة الآن هذا ما يميز هذه الضربة والتحقيقات اللي جارية هنا في إقليم كردستان عليها تحقيقات دقيقة وكبيرة لأنها امتازت بعدة نقاط أولا هي أطلقت من منطقة ضمن الحدود الإدارية للإقليم على الطريق الرابط ما بين مدينة لقوير ومدينة أربيل وهذا يجعلنا نقف أمام من الذي أوصل هذه الصواريخ إلى هذه المجاميع التي لها القدرة بالتنقل والوصول إلى هذه المنطقة هذا أولا النقطة الثانية نوع الصواريخ التي أطلقتها هي من منظومة فجر واحدة التي تستخدم صواريخ الكاتيوشا قطرها أو عيارها هي 107 ملا مداها من 8 إلى 10 كيلو النقطة الثالثة هي بعض الدقة الموجودة في هذه الصواريخ التي وصلت إلى المطار وأيضا إلى القاعدة الأمريكية الموجودة في جزء من مطار أربيل الدولي والذي أدت إلى مقتل متعاقد وجرح تسعة من ضمنهم جندي أمريكي وأيضا صواريخ ثلاثة سقطت في ساحة بيع المواشي أدت إلى استشهاد أحد المواطنين من القطر السوري الشقيق وأيضا أحد النازحين من محافظة الأنبار وجرح آخر بوترة ساقة سيدة عيادة رمزية الموضوع الرسالة هي يجب الوقوف لديها كثيرا نعم والوقوف لديها ونعرف الرسالة لازم ما هي الرسالة التي نجتظركم كخبراء أمنيين أرادت الجهات المنفذة أن توصلها جيد الرسالة هي رسالتين الرسالة الأولى إلى الحكومة العراقية وحكومة الإقليم بأنهم ضد تنفيذ اتفاق سنجار على إدارتهم بالتعاون والتنسيق مع حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية إداريا وإمنيا وهذا معناه إخراج كافة الميليشيات والمنظمات التي تعمل فيها في نهاية أو بداية شهر مارس القادم وهذا أمر لا يريده كثير من الفصائل الولائية التفريط بسنجار معناها قطع حلقة الوصل وعقدة المواصلات لطريق الحرير الممتد من إيران مرورا بالعراق وصولا إلى سوريا ومنه إلى لبنان وهذا يجب وعليه يجب عدم الانسحاب وعرقل التنفيذ الاتفاق حول سنجار الرسالة الثانية هي إلى الإدارة الأمريكية وهنا يطلبون شقين الشق الأول لرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران بالضغط عليها وأيضا العودة على الاتفاق النووي خصوصا أن هذه الضربات تزامنت مع تزايد الضربات في الأسبوع المنصر من قبل موليشيا الحثين على المملكة العربية السعودية وهي بالمجملها وسائل ضغط على إدارة الرئيس بايدن لتنفيذ هذين المطلبين العقوبات الاقتصادية والعودة إلى الاتفاق النووي سيدة عياد هل هناك من تحقيقات يمكن أن تطلعنا عنها أو سمعتم عنها فيما يتعلق بهذا الأمر التحقيقات الآن جهاز مكافأة الإرهاب وكذلك الأسايش والشرطة هم يعتبرون ما جرى خرق أمني كبير كما ذكرت على الطريق الرابط بين مدينة القوير ومدينة أربيل والمدينتين تحت السيطرة هذا خرق أمني كبير يجب الوقوف عنده كثيرا الآن سرية التحقيقات يجب أن تستمر لمعرفة كل الأسباب التي أدت للوقوع العادث وهنا أعود وكرر أن الرمي من هذه المنطقة إذن هناك جهة تستطيع الدخول والوصول إلى هذه المنطقة بسهولة من أربيل كنت معنا الخبير الأمني عيار طوفان شكرا جزيلا لك ولهذه المشاركة شكرا جزيلا لك